موسيقى مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على خرائض درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوية الحارة التي أثرت على المملكة خلال اليومين الماضيين بدأت بالتراجع وأصبح هناك كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد تتقدم من الشمال باتجاه المناطق الشمالية والوسطى من المملكة لتسيطر على المناطق الشمالية والوسطى وبالتالي يكون هناك تراجع واضح على درجات الحرارة وانخفاض تدريجي بإذن الله يومي الأحد والاثنين أيضا الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغر المتوقعة 15 أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة فباللاحظ أن هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة لكن الأجواء لطيفة في النهار ومشمسة ولكنها تميل إلى البرودة ليلا العظمى في الرياض يوم السبت 27 والصغرات 13 كذلك يوم الأحد أجواء مشمسة ولطيفة نهارا لكنها باردة نسبيا ليلا العظمى 26 والصغرات 13 وكذلك يوم الأثنين أجواء مشمسة ولطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا العظمى 26 والصغرات 13 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة الصغر والأظمى في مناطق مختلفة من المملكة المناطق الشمالية أجواء تقريبا لطيفة بالنهار لكنها باردة ليلا سكاكة 18-8 عرعر 17-8 وتبوك 20-8 منلاحظ أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها حتى في النهار والليل المناطق الغربية المدينة المنورة مشمسة معتدلة في النهار لطيفة ليل بالليل 30-17 جدة 32-21 مكة المكرمة حارة نسبيا 37-17 الطائف 28-17 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا لكنها لطيفة بالنهار وأيضا بالليل العظمى في الباحة 22 والصورة 15 أبها 25-14 جزان 29-25 درجة مئوية المناطق الشرقية مناطق مغضرة انخفاض على درجات الحرارة حفر الباطن 22-12 الدمام 27-18 الاحساء 28-15 درجة مئوية والمناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرود ليلا حائل 18-7 وإبريدة العظمى 23 والصورة 10 الرياض العظمى 27 والصورة 13 درجة مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع السلامة ولكم تحية طيبة مني ومنطقس العرب ترجمة نانسي قنقر